صباح خير مشاهدينا برحب فيكن وينما كنتوا عم تابعونا بالبنان بالعالم العربي والعالم حلقة جديدة من برنامج الحدث اليوم الأحد 13 تشرين الأول 2024 مثل عادي هذه الحلقة مقصومة لجزئين في الجزء الأول دوفي رح يكون عضو تكاتل الجمهورية القوية سعدة نائب دكتور فادي كرم وعبر تطبيق زوم وأيضا من باريز في الجزء الثاني من هذه الحلقة من أول حلقة رح يكون معي الخبير في شؤون الأوروبية تمام نور الدين وفي القسم الثالث من الجزء الأول الإعلامي والكاتب السياسي دكتور حكم أمهز مباشرة من طهران أما في الحلقة الثانية في الجزء الثاني رح يكون عندي أصحافي والكاتب السياسي الأستاذ ردوان عقيل وينضم لأن عبر تطبيق زوم أصحافي والكاتب السياسي الأستاذ جونيم نير كل واحد جزءوا لحال واسمحوا لي رحب بضيف عضو تكاتل الجمهورية القوية سعدة نائب دكتور فادي كرم صباح الخير دكتور طبعا الخير لألك والمشاهدين لأسرة الإزام اشتعني لكم دكتور يعني ما بقى تصمتوا لأنه هيك بتعاملو لنا فراغ بالبلد عمليا يعني ما الحقنا لما احنا أنه خرجنا من الصمت مفتحت أبواق كثيرة علينا وعلى المنطق وعلى النقاش وعلى التقييم هلأ حنحكي بهذا الموضوع الذي هو موضوع أساسي لأنه بنقاش أنا وياك وهو قراءة في لقاء معراب شكلا ومضمونا وآفاقا وأبعادا ونوايا أيضا لأنه اليوم صار في حكم على النواية وغيرة طبعا من المواضيع ربطا بكل ما يحصل طيب بدي يكون صدرك رحب معي اليوم لك وانت افتحي لي مجال احكي وعبر وما تعتقد لبدا كي لا أكيد على زوم بدنا نسوع بعضنا إجباري لحتى لي نقدر نتناقش خليني بلش بقراءة في لقاء معراب لنا شكلا ومضمونا وفي موازين الربح والخسارة انطلاقا من عنوان المؤتمر الذي هو دفاعا عن لبنان طيب من يرى مشهد معراب بالأمس يقول أنه الدكتور سمير جعجع لم يستطع أن يدافع عن بقاء حلفاء معه كيف سيدافع عن لبنان خلينا نبلش من هنا لا عادي مش مرتبطة بهديك لأنه اللي قاطعوا او محضروا من حلفائنا ومن الممانع من المعارضة او من حلفائنا السيدية محضروا مش لأنه مش موافقين على اللي صدر عن المؤتمر المؤتمر او اللي قيل بالمؤتمر لا مش هيك ابدا في منهم حتى سابقيننا بالخطاب وبالخطوات ولكن هني فضلوا يقاربوا الأمور بطريقة مختلفة في أطراف كمان بالوسط اللي هي ما بتعبر كتير عن موقفها ولكن نحن بنعرف شو بيقولونا بالزيارات وزاروا الدكتور جعجع بالسبوع الماضي كثير منهم ونقذروا الدكتور جعجع وقالوا أنه هني موافقين تماما عن الكلام اللي نحن عم نعلنه ونقوله ولكن هني بفضلوا يضلوا بالمكان اللي هني فيه هلأ بركي بيقدروا يلعبوا دور التواصل وهمزة الواصل بين الطرفين هذا كلام تكتل الاعتدال انه في تكتل الاعتدال وتكتلات أخرى والاشتراكي وغيره يلي عم تلعب هلأ عمليا هذا الأمر طيب إذا عم تقول أنه موافقين تماما على المضمون إذن المشكلة في الشكل يعني من الكلام اللي سمعناه أنه أول شي ليش بمعراب إذا كان لقاء وطني ليش بد يكون بمعراب وما بقى حدا يتزرع لنا كلاما طبعا ما بقى حدا يتزرع لنا بالوضع الأمني للدكتور سيمير جعجع ساعة البدو بيكون عنده وضع أمني ساعة البدو ما عنده وضع أمني ثانيا لحتالي أعطيك مجالة جاوبنا فرد مرة لن بقولوا حلفائكم وهي دي سمعناها بالشخصي بالاتصالات ولكن المجالس بالأمانات وسمعناها بالعام أنه لا نريد أن نكرس أنه ليش سيمير جعجع دكتور سيمير جعجع بده يكرس نفسه قائدا للمعارضة وقائدا لهذا المحور ما حدا قائد حدا كلنا سواسية وكلنا مشتركين بهذا الأمر فإذا بالشكل سمير جعجع مش قائد المحور ولن نعطيه هذا يعني الإمكانية بأن يضع نفسه زعيم هذا المحور وأنه ليش بمعروب تفضل صحيح سمر اللي عم بتقوليه وأكيد تماماً وعم توصفي الواقع بكل وضوح الأية لا الوضع الأمني إنه تأثيره بس هو مش كله قصة وضع أمني لا لا شك بأنه اليوم المعارضة تعاني من هذه النقطة هذه النقطة الضعفة بأنه منها مكودرة بطريقة جيدة وعم تلتقي مع بعضها وعم بتقوم ببعض الخطوات مع بعضها ولكن في مشكلة بعملية قيادتها أو تنظيمها بشكل قيادة ما ضروري قائد واحد ولكن بشكل قيادة هلأ بموضوع إنه ليش بمعراب ليش منه بمعراب بالنهاية كمان بدنا نعترف بالأحجام في حزب القوات اللبنانية تكتل الجمهورية الأوية اليوم بشكل جزء كبير من المعارضة والمعارضة ما بدنا قادرة تعمل شي بدون القوات اللبنانية فلا السبب لا كان ممكن يكون فيه مشاركة جدية بمعراب وبيكون فيه لقاءات تانية بغير مطارح سمر بدي ذكر إنه لما صار فيه لقاءات أخرى بتخص المعارضة عند أحزان أخرى وبيم أماكن أخرى اللبنانية شاركت بكلفة عالية ما أخذت موقف سلبي من هذا الموضوع بس وين كانت دكتور وين كانت وين كانت هذه اللقاءات مثلا بالصيف يصار فيه لقاءات ومع ميك الأخرى بس ما كانت بهذا الوسع يلي أنتو المفهوم اللي حطيتوه يعني اليوم لما انتجي بتسميه لقاء وطني أي لقاء وطني اللقاء الوطني يجمع الكل يعني فينا نسمي ما يدعو إليه الرئيس بري حوار أو لقاء على مستوى الجمع هذا فينا نسميه لقاء وطني يضم كل الأطياف معيك حق بس نحن نيتنا وطني اللقاء مين بيشاركنا مين ما بيشاركنا هي موضوع تاني بتقولي لي ما قدرنا جمعنا ولكن نحن مش معناتها إذا ما قدرنا جمعنا وفي بعض الملاحظات من حلفائنا ما منعود نقوم بعملنا كقوات لبنانية كأكبر حزب لبنان اليوم وأكبر كتلة سياسية بدنا نقوم بعملنا فهذا السبب ما فينا نوقف أمورنا وحركتنا وفعاليتنا إذا الآخرين عندهم ملاحظات بعدين يعني كعملية تأسيس مؤسسة هذا الأمر بتاخد وقته وبعدها بدي إليك يا هذه النقطة هذه تغلى اللي عندها يعني المعارضة نعم تعليقا على موضوع نيتنا وطني يالي عم يسمعك دكتور بدي يقول أنه كيف نيتك وطني وأنت مش داعي الطيار الوطني الحر إلا إذا مش معتبره من الوطن مش داعي الثناء الشيعي مش داعي سليمان فرنجية مش داعي هذه الأطراف الأخرى والأحزاب والتكتلات والتيارات الأخرى كيف يكون وطني إلا إذا معتبر الوطني هو بس فريئة وتطلق عليها أيضا كلمة سيادة وكأنه تشكت بسيادة الآخرين بالطبع في اختلاف كتير كبير في انقسام فضيع يعني بلبنان من زمان بيدخل بعض الأطراف هون برجعوا بيطلعوا برجعوا بيدخل أطراف تاني هون برجعوا بيطلعوا لكن الانقسام موجود من السكينات هو هذا الانقسام بلبنان من وقت العمل المسلح الفلسطيني وكان فيه الحركة الوطنية وكان فيه جمهة اللبنانية ومن بعدها لما كان فيه الوجود السوري وسطوته على السلطة اللبنانية كان فيه ناس بالمنفى وناس بالسجن وكان ناس من نوع يحكوا ويتعذبوا وفيه ناس حكمين ويخدين راحتهم واليوم كمان مع السلاح الإيراني والمشروع الإيراني في لبنان الانقسام عاد جدا أنا أكيد خطابي كقوات لبنانية ولا ممكن يتلاقى مع المنظمات أو الأحزاب اللي حكيتي فيها ست سمان بس أنا فيه انقسام كتير كبير وإذا بدو يضلوا هذا الانقسام في مش في تركيمة لبنان بس وين ما بيتلاقى خطابك دكتور إذا بنا نجي نفنده هيك نقرشة نصرفها وين ما بيتلاقى خطابك إذا بيتنادوا نقرشة لأسلام الجميع الهم حتى موقف الدولة numbers إلى 1701 يدرنا بضرورة انتخاب رئيس جمهورية هو موقف أيضا الدولة اللبنانية موقف وثيقة عين التيني أيضا بانتخاب رئيس جمهورية كل الأطراف بلبنان هم تدعي لانتخاب رئيس جمهورية موقفكم بوقف اطلاق النار ووقف الأعمال والاعتداءات على لبنان كل الناس عم بتطالب بهذا الأمر يعني نحنا اللي عم نشوفه أنه المحل الوحيد اللي ما بتتلاقوا فيه هو مفهوم الاستسلام أنه اليوم بدنا حزب الله نقشته وصلاحه والموقف المعادة لحزب الله ونقشته وصلاحه ويستسلم الفريق الآخر ضد هذا الأمر هاي المحل الوحيد اللي ما بتتلاقوا فيه فأوين المشكلة؟ لا سامر أنا عم بتسم شايفتيني عم بتسم لأنه بعد تعرفي تسحب بعمل كل الأذكار والاختلافات الموجودة لا كل النقاط اللي زكارتية باختلافات كتير كتير أولا بأول نقطة انتخاب رئيس جمهورية؟ لا نحنا بدنا انتخاب رئيس جمهورية حسب الدستور والديمقراطية والحرية بيبلغ رأي والطرف الآخر رئيس بري بيحكي بأمره اليوم تعرفي الرئيس بري اليوم هو بيعوه بأنه هو كبير يعني هو بيمثل الخط الآخر بشكل كامل اليوم ماذا يقول؟ من سنتين ماذا يقول؟ حوار وأعراف قبل ما نروح على جلسة انتخاب رئيس إذن اختلاف بس معلي نقطة بالنظام نقطة بالنظام لأ قبل هاي نقطة بالنظام لأنه بموضوع الرئيس بري تحديدا لا بس ما خليني لا لا بهاي النقطة ما بدي إياها تروح خليني سمر بس بحكي بسرعة طيب تفضل تفضل أنت ذكرت بثلات أربع نقاط تفضل أنه استلام ألف وسبعمية واحد لا أكيد مش اللي بتفين على ألف وسبعمية واحد ألف وسبعمية واحد لما كان إله أهميته يعني قبل ما انفجرت الحرب يعني من الثماني أكتوبر ثلاثة وعشرين كان إله أهميته ألف وسبعمية واحد بينه يسترم الجيش اللبناني يسحب فتيل الحرب ونقدر نكون بموقفنا أقوى كدولة لبنانية كطرف لبناني بواجه إسرائيل لمنع تعدياته على لبنان اليوم لألف وسبعمية واحد ما بقله أهمية إلا إذا بيتطبق بيكان من درجاته وأنا بتمنى عليك ترجعي تفتحيني زاوية تأني شو المصود اليوم بألف وسبعمية لا رح نحكي فيه حكما نعم أما بالنسبة للاستسلام أما بالنسبة للاستسلام سمر أنا بالأساس هذا السلاح لا أعتبره سلاح لبناني أنا لا أعتبر مشروعه لبناني وهو لا يعتبر حاله لبناني حتى هلأ اللي بيطلعوا بيقولوا إيران باعت حزب الله وباعت المقاومة في لبنان هذا كلام هير صحيح لأنه هادي بالأساس اللي محاربين لأجل مشروع إيديولوجي انطلق من الثورة الإيرانية في إيران ما يقلون علاقة بباع لبنان لا يعترفوا أصلا بحدود أوطان وحربهم غير حربة دكتور هذا الكلام اللي عم تتفضل فيه هلأ خطير جدا وفينا نقول يعني حرام ينحكى هاك هلأ لا مش حرام هلأ حرام ننحكى طيب بس هلأ الوضع مختلف حرام اللي عم بيموته يا سمر أكيد بس هلأ اسمح لي هلأ 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 بس وضح شغلي لأنه قلتك كلمة حرام نحن هذا كلامنا من سنوات مش هم نقوله هلأ وعم ننتهز الفرصة مثل ما بتسمعي عم ينتهز الفرصة هلأ هنحكى هنحكى فيه مش مظبوط هذا الكلام لأنه نحن صننا سنوات عم نقول بس أنه حرام نقول أنه هو أصلا ما بيعتبر حاله لبناني ليش من وين جاي حزب الله نزل من الفضب هاو شباب لبنانيين عم بيدافعوا عن لبنان عن لبنان عم بيدفعوا دم بلبنان سيد سمر هني عم يدافع عن قضيتهم بارح السيد محمد عفيف شو قال لن نسقط لن نسقط لن تسقط المقاومة لأنه الأم لن تسقط أي أم عن أي أم عن يحكي عن الأم اللبنانية عن أم ما قالهم علاقة بلبنان ولنوا عم بيحاربوا من أجل لبنان هني معهم بطاعة لبنانية هوية لبنانية أنا ما فيه منه ولكن هني عندهم اديولوجيا ما قالوا علاقة بوطنين بس اليوم ما فينا نحسب على مفهوم فقط على مفهوم الأيديولوجيا لأنه اليوم هادي الشباب برجع بعيد دكتور عم بيدفعوا أول شي لبنانيين صرف وأقحاح وولاد جبل عامل تاني شي عم لكن مين مين حزب الله لكن يا دكتور مين اللي عم بيقاتل هلأ الشباب عم بتموت عم تدفع دم خليني كف حديثة عم تدفع دم في جنوب لبنان منهم عم بيقاتلوا لا بطهران ولا بقم ولا بها عم بيدفعوا عن أردن هادي الشباب اليوم هن يلي عم بيمنعوا الإسرائيل يفوت هادي المصيبة يا سمر ما عم بيقاتلوا بإيران عم بيقاتلوا بلبناني من أجل قضية هي بإيران قضيتهم بإيران سمر معلشي أنا ما عم بيحكي عالشباب ما تاخديني بهالزاوية أنا عندي تعاطف جدا 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 مع كل اللي عم بيستشدوا شو عم بسمي عم بيستشدوا أنا عندي تعاطف جدا مع اللي عم بيستشدوا بس عم بيستشدوا لقضية غير قضيتي لما عم بفتحوا الحرب بـ 8 أكتوبر فتحوا من أجل وحدة السحاد مش من أجل لبنان يا سمر ما أنه الموضوع موضوع لبنان هون موضوع وحدة السحاد أنشأتها إيران من 40 سنة بنتها لحد لهاللحظة تتدافع عنها وتتكون بهالي المعركة الإقليمية الكبيرة اللي عم بيطاحن فيها مشروعين مشروع الإسرائيلي المجرم والمشروع الإيراني التوسعي عم بيطاحنوا بين بعضهم وعندهم ينفرم نحن بلومة طيب تعرف شغلي دكتور اليوم اللي عم يسمع هلأ يعني أنا هيك بفكر مثل ما بنسمع كمان بالشرع ومثل ما هو عادة بيكون الواقع والخطاب الوطني اليوم الخطاب الوطني بيقول أنه إذا الحرب هي بين لبنان حتى لو كان بين حزب الله بالنهاية هذا حزب لبناني وإسرائيل ما فيك تكون إلا مع لبنان حتى لو كان ممثل بحزب أنت بتختلف معه بين لبنان وإسرائيل أنت مع لبنان وبعدين بتصفح حزابك مع حزب الله في الداخل بس تخلص الحرب سمر ما فيك تكون مع إسرائيل ضد لبنان تفضل لو كنا اليوم عم نفتح هذا الموضوع عم نتبنى هذا المنطق منطقنا كي حقك تقولي هذا الكلام نحنا صرنا ننبه سنوات السن الماضي نبهنا حزب الله كثيرا كثيرا أنه قوعة وقف حرب ولا بقى تفوت بي بوحدة الساحات وعلن انفصالك عن وحدة الساحات لحتى ما نتحمل نحن الضربة طلعت وحدة الساحات لمصلحة إسرائيل مش لمصلحتنا ولا لمصلحة لبنان ولا لمصلحة حزب الله ولكن شو صار بحزب الله وبلبنان ولح بعد نشوف أكتر استنزاف بلبنان بسبب سياسات حزب الله اللي هو فرضها على لبنان وعلى الشعب اللبناني أنا إذا عندي كرامي يا سمر أنا ما بقبل يأخذ عني قرار حزب الله أو أي طرف بده يشاورني نحن لبنان شراكة ما بيادر يروح على حرب بدون ما يحكي معي هو فرض هذه الحرب خليني إنهي لا لا تفضل في مسارين اليوم في مسار استنزافة متبنى حزب الله ومحول الممانعة وهو مسار استنزافة على الأرض اللبنانية وبغزة وبسوريا وبالعراف وباليمن دفاعا عن إيران وفي مسار آخر عم نطرحه نحن وطرح نمبرح بمعراض هو انتخاب رئيس وقف إطلاق نار تبني خرارات الأمم المتحدة كاملة 1700 يسكن 1559 1680 لحتى نبدأ الدولة تسحب الفتيل إنه نحن منصة وساحة للحروب الوحدة للسلحات الدولة الدولة اللبنانية بمواقفها الأخيرة ممثلة بالرئيس مئاتي ممثلة بالرئيس بري ممثلة بكل الجهات عم تسحب الفتيل ليش أنتو مصرين تشعلوا هذا الفتيل اليوم إذا عم نحكي بالـ 1701 1559 قالكم الرئيس بري هلأ هيدا صار ورانا ما بقى نحكي فيه وإن تضمنوا 1701 الـ 1680 يلي هو نشر اليونيفل على الحدود مع سوريا برأي يكون هلأ وقته هذا الموضوع ولا على البارد وبيبقى فيه سؤال كتير أساسي دكتور سبحلي بيبقى فيه سؤال كتير أساسي أنت اليوم عم بتقول أنه حذرنا حزب الله من قبل وفتح حرب بلا ما يسألني وفتح وأنا بدي سلم شدل معك ومعك حق أنت اليوم الدم بالأرض الحرب يشي كل هذا الشي اللي عم نشوفه أنت اليوم كقوات لبنانية كفادي كرم أنت مع لبنان ولا مع إسرائيل هلأ سمر سمر مش أنا ما عم بقولك أنت أكيد أنت فهمي علي هذا المنطق ما بينطرح علي أنا بلا بدي ينطرح لما بدك تقلي لما بدك تقلي مش مشكلتي مش عم بيدافع عني مش موجود على حدود لبنان عم بيقاتل بلبنان وعم بيدافع عن لبنان أنت معه ولا مع إسرائيل سمر لا 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 ما بيقبلوا للسؤال أبدا كله مرفوض أنا اللي بدافع عن لبنان وأنا اللي بعرف دافع عن لبنان وأنا اللي عندي شهداء اللي بدافع عن لبنان بالوقت اللي طرف التاني كان عم بيدعوص على قضيتي وعلى دفاعي عن لبنان وعلى سيادتي لا يا سمر منا مطروحة هاي هذه الحرب وستكتشفونا ذلك بعد أشهر هذه العزلة ما بتكتشفوه لحد يتال هذه الحرب هي بين مشروعين نحن بالوسط ما له دور لبنان بالموضوع أبدا وما له علاقة لبنان بالموضوع أبدا أما بالنسبة للقرارات الأممية أول شي مش اللي بيقوله الرئيس بره هو المصحيح هاي دي قرارات دولية مش بيفسرها على طريقته متل ما بيفسر الدستور اللبناني لا بالـ 1701 ببند 3 بند 8 مذكورين 15-56-86-80 للاعتماد عليهم ونحن نطالب بهم هلأ مش بعدين لأنه هلأ اللي بيخرجونا من حرب الاستنزاف وقال له نحن لحن نبقى بحرب الاستنزاف يا سمر ولحن ندفع أسمان أغلى وأغلى ونحن اللي منا جاهزين لتحمل الحروب نحن ما عنا قدرة لتحمل الحروب لك ملجأ ما عنا ولك يا سمر هلأ عادينا عم ينبش على قطع أرض نحط خيام نحط خيام هليني عم يقطع ليك شعبنا وينوي على الأرض ما بيقدر يتخبى بشي ولا حدا بيقدر يهتم فيه لعنا قدرة نطري المساعدات أوكي دكتور هلأ مش أول مرة إذا نحن معوضين عليه للأسف تاريخيا هلأ أنت في مجال كان لو في مجاله ولو في وقت ولو كانت معي بستوديو كان في مجال لنقاش بكتير أمور من يلي حضرتك عم تتفضل فيه لا رح تقنعني ولا رح أقنعك بس اليوم في علامات استفام تطرح أنه أوكي أنت كان عندك مرحلة كنت عم بتدافع فيها على لبنان بنظرك بحسب ما كانت تملي وتفرض قضيتك اللبناني الصرفي بهذا الموضوع بس اليوم كمان عندك صغرات يعني اليوم كمان بيجي بيقلك أي شريك لألك بالوطن اليوم بيجي بيقلك لا يا حبيبي أنت ما سألتني وقت الرح تتحلفت مع إسرائيل ضد بلدك أنت ما سألتني وقت الرح تتدربت بإسرائيل أنت ما سألتني وقت الرح تجبت الساعة ضد بلدك أنا عم قللك شو بيكون عم يسمع عم بيقلك هلا هذا كلام بالي ما قلو إيمي ده تركيه للفترة الحقب الماضية حربت الداخلية وكان الناس طحشة عباد عم تأكل البعض شو بينا حرب دليل ليه هلا شو هلا عندك عدو طحش عليك تجي بتقله سلم سلاحك وبأنت ما ترى ما سألتني سمر سمر يا تسلاميلي هلا مش الحلقة مش لألك لا عم ناقشك هلأ مش بيصرح ما عم ناقشك تفضل ما أنك عمت ناقشيني عن هالوقتي عمت ناقشيني بحقبة انتهيت بالطائف طلصنا منها ليش عم ترجع إلى وراء يعني أنك عم تفتح حقبة مش شديدة شبيهة يا سمر سبنا نفوت فيها نفوت ساعتها بكل الصفوف اللي فاتت وكل التدخلات الخارجية اللي دخلت على لبنان وبالسلاح الفلسطيني المتفلت وبغيره وبغيراته خلينا نطلع منها خلينا نطلع منها خلينا نطلع من هذا النعاش طيب خلينا نطلع من هذا نعاش قلتلك لأنه هذا نعاش طويل خليني أرجع على نقطة أساسية ذكرت حضرتك بكلامك عم تقول أنه الرئيس بري أنه هن فوضوا يعني خطوا محوروا فوضوا بيحكي بإسمهم بيمثل الفريق الآخر هايك بتشوفوا الرئيس بري ليش اليوم الرئيس بري ما بيمثلك اليوم الرئيس بري هو هو المفاوض الأول اليوم الرئيس بري هو يلي هو يلي لقيت التفاوض وهو رئيس مجلس النواب اليوم لا ما بيمثلني بيه لأنه هو أراد ما يمثلني تقليق ليش أنا عندي كامل الاحترام للرئيس برئيس بشخصه هو رئيس مجلس النواب اللي أنا عضو فيه هو رئيس مجلس النواب فقط مش أكثر من هذا لا سلطان ولا بيحكي بإسم لبنان هو رئيس مجلس النواب اليوم إجا فريق أنا رافضه أنا أتناقض تماما معه إجا قال له أنت كبير أنا كنت أفكر أنه هو رئيس مجلس النواب مش رئيس خط سياسي ومحور الممانعة تعتبره رئيس مجلس النواب للأسر صار عم يحكي بإسمهم بشكل كامل وأصلا هو بالسنة سنوات الماضية كان عم يتعطى كأنه رئيس محور ممانعة والسياسي لا سبب إيه أنا بعتبر أنه اليوم عم يحكي كلام تفقوي ما قالوا عليها فيه ما قالوا عليها برئيس مجلس النواب أنا أتمنى أن يرجع رئيس مجلس النواب إذا الرئيس بري ما بمسلك أنت تعتبر ما بمسلك طيب اليوم مع مين عم تحكي الدول كلها سياسيا العالم كلها مع مين عم تحكي عم تحكي مع الدكتور سامير جعجا ولا عم تحكي ولا أنتوني بلينكن بيحكي بيفاوض مع الرئيس بري وهوكشتاين بيفاوض مع الرئيس بري وماكرون بديق للرئيس بري والرئيس مئاتي جيد جيد والعالم كله بهذه المرحلة بيحكي مع الرئيس بري إذا ما بمسلك معناته فصلت حالك عن عملت مقاطعتك لحالك ما تعترف ما تعترف ما تعترف ما تعترف ما تعترف ما تعترف نعرف نواجه نعرف وين بي لازم نحكي كيف لازم نحكي وشو لازم نحكي وبالوقت اللي لازم نحكي بس تقليك شاني سامر ايه مظبوط المفوضات عم بتكون مع مم السدي محوان مو مانعة صحيح 100% مع الدولة اللبنانية يا دكتور لحظة مع الدولة خلينا نكفي خلينا نكفي وحسبيني على كلمت خلينا نكفي هني صحيح عم بيحكوا معهم مش كممسلين دولة مبنانية يعني رئيس مئاتي مبارع كان واضح مع رئيس مجلس النواب الإيراني كان تعرف شو الجو ولكن الأهمية انه وقت المفوضات هوكشتين وغيره وبيجوا بيحكوا عن ترتبات أمنية على الأرض ايه صحيح عم بيحكوا مع ممسلين محوال وممانع وهو بدي أقلك شو الخدعة اللي عم تنعمل هلها بين 1751-1959 لكن شو الخدعة الخدعة انه اليوم حزب الله يسحب مقاتلين ولو مرحليا تراجع تكتيكي ما بسموه تراجع تكتيكي تراجع تكتيكي إلى شمال الليطان هيك إسرائيل تضمن أمنة بتكون ارتاحة إسرائيل وهيك إيران تضمن سطوطة على لبنان وعلى القرار اللبناني ها هي اللعبة طبعا 1701 اللي اليوم عم بيحكو فيها وإنه نصول لـ 1559 لأنه 1559 بيمنع هات التسوي بيمنع هات التسوي اللي عم بيحاولوا يعني بها فأذن نحن ليش عم نحكي بالـ 1559 تنمنع هات التسوية اللي هي تسوية بين إيران وإسرائيل إيران بتضل مسلطة على لبنان وإسرائيل بتاخد أمنة بشمال إسرائيل وبيرجع المستوطنين بيعدوا بشمال أنت بتقبلية أنت بتقبلية أنا هون أنا بطرح أسئلة مش أنت بس أنت بتقبلية يا سمر أنا بعرف أنه أنت ما بتقبلية كل واحد يشوف الأمور من منظره من منظره من خلفيته الوطنية والالتزامية لها السبب بعرف أنه ما بتقبلية كيف شو شكل البلد اللي بيحب يعيش فيه وإذا بيحب يعيش مدعوس ولا بيحب يعيش سيء هون هالفرق مئة بالمئة أنا مقصود بكلامك جدا شكرا ولهذا ما بنت لك بيعرف أنه ما بتقبلية طيب دكتور خلينا لأنه كتير ساعة بيصير وقت دايق بعد فيه نقطتين أساسيتين بنا نحكي فيها وعلى سيرة الرئيس بري أنه عم بيحكوا معه كمحور بمثل الممانع وما إلى ذلك اليوم في الكثير من حلفائكم يلي توصلنا معهم جزء من عدم طلعتهم على معراب كاني أنه هل تشاورتوا مع حلفائكم قبل ما تدعوا إلى المؤتمر وإلى البيان وإلى النقاط يلي عم بتتنقشوا عملتوا لقاء واسع مع حلفائكم كلهم التغييريين والاشتراكي وكل الجو يعني القائد معيك فيتو أنتو إياهم لا خليني أقول صارت بس صارت سريعة يعني هي أصلا انطرحت بين بعضنا بالتنين الماضي يعني أخذت القصرة ثلاث أربعة أيام كانت بعض في تواصل مع الشيخ سامي رئيس حزب الكتائب أولا بدون ما نعلن أول شي عن المؤتمر قبل ما نعلن صار في تشاور معه بالموضوع ومعضوا على رأيه اللي قالوا حتى قبل وحقه يعني يعطي هذا رأيه وتصار في تشاور طبعا باللجنة المعارضة اللي بمثلنا فيها الدكتور غساح أسباني والقاضي جورجا إيس فكانوا طرحوا الموضوع وطبعا بعض الملاحظات هي زيتا كان يستدعي إذا كان بدنا نتشاور أكتر تكون لكل المشاركين كان يستدعي أنه بدأ أيام أكتر وأكتر نحن ما كان فينا كاوات لفنانية بقى بما نحضر وهذا لا يعني أنه ما بيكون في مؤتمرات أخرى أو اللقاء اللي هني بيتمنون نعم طيب خليني أما بالنسبة للبيان أما بالنسبة للبيان عفوا سألتين أما بالنسبة للبيان أي طبعا لأنه نحن صار في تشاور داخل الجلسة بارح ومن بعدها اختلا عدد من المجتمعين مع بعضهم تطلعوا البيان وعرضت على جميع المجتمعين وطلع البيان بس مالمجتمعين ما كانوا بيمسلوا كل الأطراف اللي نحن ترضي يعني يعني منقوص يعني الموافقة على البيان منقوصة طيب أنا بعد عندي وقت كتير كتير قليل بتمنى منك رحط رح أسئلة سريعة كمان أجوبني بأجوبة سريعة دكتور يال طيب نحن اليوم عنا موضوع رئاسة الجمهورية اللي هو موضوع أساسي هلأ الاختلافات صارت بين رئاسة الجمهورية قبل وقف اطلاق النار ولا اطلاق النار قبل وقف رئاسة الجمهورية في موقف واضح هون واضح وهون يعني على قد ما جرب العديد اللعب على كلام دولة الرئيس نبيه بري بهذا الإطار بأنه الرئيس بري قالنا لأ الأولوية لرئاسة الجمهورية وبعدين وقف اطلاق النار وبعدين لألف وسبعمية واحد طلع الشيخ نعيم عاسم قال كلام أنه وقف اطلاق النار أولوية والتفاصيل تبحث بعدين تم اللعب على هذا الأمر ولكن موقف الرئيس بري الواضح ويلي بلغ لاب لينكن بالاتصال كان جزء منه عاصف وغير جيد كما بهذا الإطار وقف اطلاق النار فأنتوا وين من هذا الموضوع سمر تسلميلي أنا إذا بيجيب وقف اطلاق النار على الحرف ده يعني لك إن شاء الله بيجيب وقف اطلاق النار بس خلينا نحكي بشروط الشروط اللي مطروحة دوليا ما أنت أنت عم يفاوضوا معهم مش معي شون الشروط اللي مطروحة عليهم إنه وقف اطلاق النار بيكون بدي يكون في سلطة في ساقة فيها سلطة لبنانية في ساقة فيها دوليا يعني انتخاب رئيس جمهورية تكون في رئيس حكومي حكومي وتهتزم بقرارات لأمم المتحدة تقدروا يأخذوا وقف اطلاق النار أنا أتمنى لك هلأ غمض دعيوني وقوعة ولاقي وقف اطلاق النار أنا ماني مبسوط أبدا من اللي عم شوفه على أرضي وحتى بغزة ماني مبسوط من اللي عم شوفه ولكن في دول دولية في قوى نافذة بالعالم هيندي عارفي شو بده من لبنان بده يكون فيه سلطة متكاملة في ساقفية تقدروا يعطوها وقف اطلاق النار وقف اطلاق النار وهن يساهم حيلة نتانياهو يخبر فينا وقف تكري لك هذا السخافة نتانياهو نتانياهو لك يا عم هذا مشروع طويل عريض لأنه محور الممانعة هلأ بيقدروا ينهو بيقدر ما ينهو ما بعرف وفي حرب دائرة يا منضلنا بهالحالة الاستنزاف يا منخرج حالنا منها عم نقول كيف نخرج حالنا منها نعم دكتور هل حقا تعتبرون أن حزب الله سيخرج خاسرا ومنكسرا وسيعود خاضعا بعد الحرب ليقدم الطاعة يعني برأيكم بارح كان فيه كلام كتير مهم بذكرى 13-20 لرئيس طيار الوطن الحرج بران باسيل قال إشياء عن جد الناس عم تتهمكن فيها وعم بتفكر فيها قال جبران باسيل مثل أنه في حدا بيريد تأخير انتخاب الرئيس على أمل وصول لحظة إمساك إسرائيل بالقرار اللبناني لتتمكن من فرضه رئيس على اللبنانيين وكأنه ما اتعز من ماضيها ولا يتعز كلام واضح خلينا نقوله مثل ما هو هل ينتظر الدكتور سمير جعجع أن تنتصر إسرائيل على حزب الله وبالتالي يجي هو رئيس جمهورية ونعيد سناريو الـ 84 سمر أنا بعرفك كديشك أنت عميئة بالطروحات مش معنات أنت تبنيت هذا الكلام لو ما بتتبني هيك أنا عم بتطرح اللي عم ينسأل هيدا مش بس اسفعني من جبران باسيل في كتير ناس عم بتطرحوا أنت عم بتقومي بدورك برافو هذا كلام سخيف جدا لأن انتهزيين هني اللي انتهزوا السيطرة السورية والإيرانية على البنان توضعوا أيضا على السلطة هذا الكلام لا علاقة له بالواقع نحن هذا الكلام عم نقوله من سنوات مش عم نقوله اليوم نحن لو بدنا ننتهز هاي الفرصة لو ننتهز أنه إسرائيل تقضي على حزب الله ما كنا نبه هنا أنه هو عدفت بالحرم فأزن مش هذا هدفنا يا سمر نحن هدفنا يكون في دولة دولة ترجع تاخدنا على الاستقرار قوة لبنان برأينا هو قوة اقتصادية قوة بالتماسك الداخلي قوة بعلاقاته الدولية قوة بقطاعاته بنجاحات شعبه واستثماراته هذا قوة لبنان مش قوة لبنان بسلاح وهمة جمجة بلنا قلنا الدمار حكيوا بردع لكن بارح كانوا عم يحكوا بإزالة اسرائيل وتحرير القدس اليوم عم يتباهوا انه حفلة البيتجرز ما مات الا كام واحد ما مات دكتور عم تقرأت تقارير عم تسمع السيقنقن عم تقرأت تقارير القبري عم تشوف الاعلام القبري سلح وهمي سمر سمر أنا الحمد لله بسمع كل شي وبحل العزوئي ما بصدق لا سيقنقن ولا بصدق لا الاعلام الاسرائيلي ولا الاعلام المحلية حل العزوئي وعقلاتي هني بيعطوني شو بحكي فلا سبب يا سمر نحنا منا ننتظرين شي ولنه مرشح دكتور جعجع ولا بدنا ولا عم نفكر بايد البود وانا نعم نفكر نعم ندو دكتور جعجع منا مرشح لرئاسة الجمهورية هو مرشح طبيعي له هو اكبر حزب ولكن اليوم نحنا مش طرحينه كمرشح نحنا معروف شو عم نحكي ومين طرحنا خلي جيبي حدا واحد واحد من طرحته سياسي واحد من طرحته قول انه طرحنا هذا الموضوع من طرحته طب اذا مش دكتور سبير جعجع من طرحته سمر خليكف نحنا مش طرحين حدا نحنا منا طرحين حدا نحنا انطرح علينا حتى جهاد أزعور اللي رحنا سواتني سواتني لكي ما تروح علينا من غيرنا وخلي يطلعوا من هالنظريات اللي هني هني استغلوا وهن ركبوا على سلطات متواجدة لتأخذوا مراكز بالدولة هن اللي كانوا انتهزيين نحن منا انتهزيين نحن كنا نقوله قبل نقوله هلأ ونقوله بعدين لبناء الدولة طيب لحتى لأخته معك دكتور كمان سؤالين سريعين أول شي بس خلينا نعلق على شغلي لأنه قلت أنه هذا كلام تافي الكلام عن أنه هناك من ينتظر أنه إسرائيل تكسر حزب الله أستيقلك هذا كلام قاله الشيخ نديم جميل قاله على الهوى قال هناك من ينتظر في لبنان مش لأنه عميل بس لأنه ينتظر في لبنان أنه تجي إسرائيل تخلصه من حزب الله لا يعمل خطه لا أمقلك يعني هذا من ضمن خليهو يفسره أنا سميته تافي نعم طيب سألتك عندكم مرشح حقيقي يعني أنتم اليوم منذ البداية دعمتم ترشيح قائد الجيش لرئاسة الجمهورية؟ ما دعمنا لا يعني ما بتعرضوا عليه يعني ما اعترضوا عليه بتمشوا فيه يعني نعم بعدكم على هذا الموقف؟ بعدهم يعني في حال صار فيه توافق على قائد جيش طيب بتشوفوا أنه حقا نعم بتشوفوا أنه حقا فيه إمكانية اليوم للتوافق على رئيس جمهورية؟ ما بدأ ما فيه ما فيه يعني ما نكون قضينا جد من الأساس هيدا الحركة كلها على بعضها زي أستة سمر مش نحنا عرائجي مش قائد جد لأنه بعتقد هو اللي وقف الرئيس بري عن خطوطه اللي كان عبي حاول فيه يفتح بجال لهيدا الموضوع والتوافق مين اللي وقفوا على عرائجي اللي مش اخدها جد مش نحنا نحنا عرفين أنا خدعة نعم خليني كمان سؤال أخير سؤال أخير أيضا قبل ما اخد بريك وفيه خبر فيه صور بدنا المرأة أو خليني هلأ نشوف فيه صور مباشرة من النبطية مراسلنا سامر وهبي بأن العدو الإسرائيلي ارتكب فجر اليوم مجزرة في بلدة كفر تبنيت عندما شنت طائراته الحربية غارة استهدفت مسجد البلدة القديم مما أدى إلى استشهاد كل من محمد عبدالعلي فقيه ميلال حسن كامل جابر حسن علي أيوب زكريا محمد حايق وهي الغارة تسببت بتدمير المسجد الذي يعتبر مسجدا تراثيا قديما وإلحاق أضرار فادحة بالمنازل المحيطة والسيارات إذن هذه المشاهد من كفر تبنيت يلي استهدف العدو الإسرائيلي اليوم بغارات فجر اليوم ارتكب مجزرة فيها مثل ما عم يعمل على كل المستويات استهدف مسجد قديم بالبلدة وهذا المسجد هو مسجد يعني تاريخي خلينا نقول تراثي قديم هذه الغارة قدت إلى استشهاد كل من محمد عبدالعلي فقيه بلال حسن كامل جابر حسن علي أيوب زكريا محمد حايق دمر المسجد وأيضا تضررت بشكل فادح المنازل محيطة السيارات وهلا هيد المشاهد كمان صباحا بمنطقة الدهيرة تم أيضا تم استهداف هذا المسجد ومنطقة الدهيرة بتبعد عمليا 200 متر عن الحدود مع فلسطين المحتلة للأسف هذا العدو عدو البشرية عدو الإنسانية عدو الله حتى هو عدو الله حتى لا وفر لا عم بيوفر مسجد لا عم بيوفر كنيسة لا عم بيوفر مستشفيات لا عم بيوفر عدو الله والإنسانية هو هذا العدو الإسرائيلي لا أختم معك عندك تعليق دكتور فادي للأسف يعني اللي عم نشوفه قاتل طبعا طبعا هذا عدو مجرم بالطبع هو مجرم بس للأسف إنه نحنا رح نحطينا راسنا بتم التمساح يا دكتور شي مرة قللي شغلي بلا ما تقولي ولكنه للأسف خليها هيك كاملة هالجملة الحالة بلا للأسف لا لا سمر لا سمر نحنا ما منتراجع ولا منعتلها من قول قناعتنا في حدا رح حطلنا راسنا بتم التمساح اللي منعرفه تمساح ومنعرفه إنه مجرم ولأنه هيك بدأ إيران والمخطط التوسعي الإيراني وإديالوجيته على حساب كارانتيكو كارانتيك أنا بدي أشكرك دكتور فادي كرام على هذه المداخلة وأعتز فيك دكتور فادي كرام على أمل طبعا طرق الأوضاع ونشوفك باستوديو قريبا أيضا للمناسب مبارح كان في استهداف للكورة أيضا في جرود الكورة بعائل الكورة هي فعليا هي فعليا المنطقة طرف كورة بشري مترون نعم صغلت المتاومي اللي هي يمكن بيخراج شو اسمه يالله را عم بيلي اسمه هلأ الضيعة اللي نزكري بتنبارح بلة دير بلة دير بلة دير بلة دير بلة وصغلت المتاومي الطرف منك يعني الأراضي بترونية الطرف الكورة هي أقرب للكورة من البترون بس للأسف سمر هيدا الحرب الاستنزافة الله يلطف الله يحمي هالبلد وإن شاء الله بإذن الله بإذن هالشباب الأبضيات يعني يلي عم نشوفون هالمقاومين بالإضافة للجيش اللبناني يلي كمان للمناسبة عم يتعرض لا اعتداء ممنهج الجيش اللبناني في جنوب اللبنان يعني بنهاية هذه المجتمع الدولي إذا بده الجيش اللبناني ينتشر والجيش اللبناني يستلم هذه الأراضي ويستلم هيدا الحدود بده يكون كمان محصن هذا الجيش للأسف الأمم المتحدة واليونيفل يلي كمان الاتكال عليهم إذا بدنا نطبل 1701 وغيره عم يتعرضوا لا اعتداء ممنهج أيضا وكأنه هذا الإسرائيلي يريد أبعاده حتى لي يمعن في ارتكاب مجازر وألف تحية لأبطالنا على الحدود اللي عم يدافعوا عن البلد ألف تحية لأرواح كل الشهداء والشفاء للجرحة وأيضا الشفاء منكسرين القلوب لأنه كلنا اليوم بالبلد منكسرين القلوب على بلدنا وبدنا أنه الله يلطف بهذا البلد شكرا لألك دكتور فادي على مشاركتنا مشاهدين هتوقف بتوقف مع فاصل ولا مروح تغريل عند تمام طيب رح رح استقبل ضيفي من باريز عبر زوم أيضا السحافي وأيضا الخبير في الشؤون الأوروبية والفرنسية الأستاذ تمام نور الدين ما بافئ إذا صار جاهز معي صباح الخير استاذ تمام صباح الخير سيد سمر لألك ولكافة المشاهدي القناة الجديد وصباح الخير الكبير لمراسلينكم وكل الأكيبات اللي على الأرض عم بيغطوا الهمجية العدوان الإسرائيلي على نور الدين أكيد هذا أبطالنا كمان وزملائنا ونحنا كل واحد بيقاوم على طريقته استاذ تمام ونحنا عم نعمل واجبنا نحنا واجبنا هذا واجبنا الوطني واجبنا الإنساني واجبنا المهني ضميرنا وانتمائنا ومحبتنا لهيدا البلد لأنه هيدا الوطن بالآخر بدنا نرجع كلنا نعيش فيه أسياد وأحرار وبكل فخر وكرامي وراس مرفوع عمليا وهيدا الشي اللي كل واحد عم يعملوا من ميلتو أنتو الجديد منو جديد عليكم هيدا الشي اللي عم تعملوا أنتو نتذكر بال2006 لما اندربت قناة المنار فتحتوا الهوى لقناة المنار فمنو جديد عليكم العمل المقاوم اللي هو الإعلام جزء فيه مقاومة عسكرية وفيه مقاومة إعلامية مثل ما فيه حزب الله سياسي وحزب الله جناح عسكري كمان المقاومة فيه الجناح الإعلامي اللي هو واحد منهم وفيه اللي على الأرض الشبابي اللي على الأرض هيدا واجبنا على أي حال استاذ تمام طبعا نحن معوضين دايما عليك كلامك strict to the point ومعوضين أنه بناخد الأجوبة الشافية الموقف الفرنسي اجرب البورة اجرب الفلاحة ما عم نعرف ماكرون شو بده يعني من مال بده بده أنه إسرائيل توقف عدوانا وإسرائيل نبطل نعطيها سلاح وإسرائيل بده يحط بين يميننا تانياه وعند حده وما إلى ذلك ومن مال يجي بيقلنا كمان لقلنا أنه على حزب الله فورا فورا أن يوقف إطلاق النار وعلى شوي أنه يسلم سلاحه وما إلى ذلك وين الموقف الفرنسي الحقيقي اليوم خلينا نعطي فرنسا يلي إلي ويلي عليك تفضل من ناحية حتى بدك نحكي بموضوع الخماسية حتى موقف يعني موقفها من بين جماعة الخماسية كلهم موقف يعتبر متميز هي الوحيدة الوحيدة لا تحكي بواقفة لأنار نعم ما تحكي أن الحل الدبلوماسي والعنص وما يعني ما بدي هلأ أحكي وفتح جروح وقول هذا شؤال وهذا شؤال أنه لا الحل الدبلوماسي حكيوا بواقفة لأنار بناحية الأمم المتحدة ومجلس الأمن كمان هن من الوحيدين اللي عم يحكوا بواقفة لأنار هلأ الرئيس ماكرون ليه أسباب فرنسية داخلية مختصة بالداخل الفرنسي مضطر انتخابية مش انتخابية هو ما نبقى مرشح بس ولكن فيه توازنات بقلب الفرنسا يعني ما ننسى أنه رئيسة مجلس النواب الطرفي اللي بتنتمي لأله وبعض المفاتيح في الفرنسا مضطر يمسك العصاية من النص لما نحكي عن وقف تصدير السلاح لأسرائيل من دون ما يزيد عليها جملة كمان حزب قال لي يوقف ضرباته ضرب على إسرائيل عمل نتانياهو بعد خمس دقائق عمله فيديو ويعيب الشوم والعار رح يلحقك وإلى آخر وحتى صار مواقع إسرائيلية وحتى فرنسيين هون عملوا موجودة حط حطعت على تويتر عملوا صورة لماكروم وحطوه له في السوداء وكتبوا خليفة حسن نصر الله شهيد حسن نصر الله فيه مضطر ينسق العصايا من النصر هو الوحيد اللي بهاي مجموعة الأمريكان والدول الغربية اللي عاب يحكي موقفة لأنار الأمريكان عاب يحكوا بيحل المشكلة في فرق بانه هلأ قبلك شكيف هني شايفين حل المشكلة الآخرين والفرق مع وقفة لأنار عابولوا حل المشكلة بالمنطقة يبدأ حل نهائي الحل النهائي ما بيشوفوا الأمريكان وقفة لأنار الحل النهائي بيشوفوا بطريقة تانية الوقف يطلق النار هو فرنسا الوحيدة اللي عاب تحكي بوقفة لأنار نعم طيب الحقي كتير منيح منتاز الحقي منتاز كلام الرئيس لما عتمعت مساعدات على لبنان ما عاب يعملوا حفلة طبلو زمر على المطار ويجيبوا يتصوروا ويجوا في رشولنا سجادة حمرة وفي صالون شرف وإلى آخرين ما في منه كلهم مين عب تلطش عبيشتغلوا نعم مين عب تلطش ما عب تلطش عب بحكي نعم فيعني في عب يشتغلوا شغل صامت عب يتصلوا يعني حتى اليوم الحكي اللي صدر مبارح بالليل عن الرئيس بره بقول موقف الفرنسي هو أكتر موقف هو ذاته الموقف اللبناني خلينا نقول يلي إله ويلي عليها الفرنسي نعم أستاذ تمام طيب ممتاز كتير منيح والموقف الفرنسي متل ما وصفته ممتاز وعنده إله يعني فيه شيء إله وفيه شيء علي ونحن نعترف ومنشكرهم على هذا الموقف ولكن نجي إلى عملية الصرف وين بدنا نصرف هذه المواقف أهم مكان تصرف فيه هذه المواقف إذا كان عن جد فرنسا إلى جانب لبنان هي مجلس الأمن والأمم المتحدة دعية فرنسا لجلسي لمجلس الأمن شو طلعت نتيجتها مجلس الأمن والأمم المتحدة هو عامل كاشف للي بيصير على الأرض من اتفاق شو يعني يعني مش هو يلي ما أنه عامل منشك يعني هلأ لو طلعوا قالوا وقف يطلع نار بس على الأرض بين الأطراف خليني بقول بين الحزب واللبنانيين والأمريكان والإسرائيليين ما فيه اتفاق ما قالوا قيمة هو عامل كاشف وليس عامل منشك ما ينشق وقف يطلع هو عامل كاشف للي بيصير هلأ طيب بس هوني بالمفارقة استاذ تمام شفنا أنه مجلس الأمن أقر وقف إطلاق نار في غزة أقره ولكنه لم ينفذ اليوم بالنسبة للبنان طيب بس اليوم بالنسبة للبنان لم يقر حتى على الأقل تنقول فيه إقرار بوقف إطلاق نار في لبنان والله وما نفذته إسرائيل أو ما نفذه حزب الله حتى ما قدروا يصلوا لنقطة يقروا فيها ضرورة وقف إطلاق يعني كان لبنان لبنان كان أبلان بوقف إطلاق نار ولكن رجعوا اقتلوا السيد حسن نصر لو فرطوا كل الشيء كانوا عم بيصير يعني كان لبنان أبلان بس كانت إسرائيل رافضة رافضة طيب لماذا لم يقر وقف إطلاق النار حتى لو إسرائيل رافضة كله منرجع هلأ منرجع ما كم مرة بغزة أنت إنتي وعملوا مؤتمر لغزة ودعم لغزة وما سر فيه أي نتيجة طالما الإسرائيلي مصر على عدم وقف إطلاق نار لو كل الدنيا تدعي لوقف إطلاق نار وكل الأنبياء هلأ يردعوا بيجوه ما في وقف إطلاق نار ما في وقف إطلاق نار نتانياهو مشبه حاله اليوم عم يصور حاله للغرب وللإسرائيليين أنفسهم أنه هو نبي موسى لما نعبر باليهود وعب يعبر بإسرائيل لما نعبر باليهود من مصر ورافوا على فلسطين عم يصور حاله اليوم لما حتى غيروا اسم الحرب وسموها القيمة صحو بدنا ننبه لهذا الشيء اليوم أنه عبيحكوا 1701 حتى يعني إسرائيل منى قبلاني اليوم بالـ 1701 لا تقبل في إسرائيل اليوم هون عبيحكوا في هذا الشيء موجود لا تقبل في اليوم بدون رئيس جمهورية بلغنان هذا الحكي لا بدون رئيس جمهورية لأنه إذا في رئيس جمهورية وحكومة مع صلاحيات استثنائية بيعتبروا هن أنه هاي الحكومة بصلاحيات استثنائية بتقدر تطبق كل الـ 1701 لأنه قوات الدولية حاليا باللبنان ما بتقدر تتدخل بالـ 1701 إلا بيطالب من الحكومة اللبنانية نعم وما في حكومة لبنانية هل الحكومة اللبنانية طبعا ما حتقبل أنه يصير في تدخل هايكي فاضح كتير وتطلب يعني التركيب السياسي باللبنان حاليا ما ما لذلك بما أنه تطرقنا بما أنه تطرقت هلا على موضوع القوات الدولية وليون في القوات الدولية أنت أكثر المتابعين استستمام قوات الدولية اليوم عم تتعرض كل يوم لأعتداءات ومقر الرئيسي عم يتعرض لأعتداءات عم يسقط لهم جرحة وشهداء القوات الدولية عم يصير فيها تحديات كتير كبيرة وكأنه إسرائيل تريد إبعاد هذه القوات الدولية وتزيحهم من دربة مثل ما مثل ما مراكز الجيش اللبناني عم تتعرض أيضا وسقط شهداء للجيش اللبناني كأنه بدأت زيحهم من دربة لحتى لتفوت التعربة مثل ما بدأ واليوم بلشنا نسمع المخاوف من أنه تكون إسرائيل تريد إبعاد القوات الدولية لأنها تريد أن تستعمل أسلحة محرمة ضد حزب الله في جنوب لبنان علما أنه كانوا بالسابق طالبين ابتعاد وتراجع اليوني في الخمس كيلومتر ورفضت لأمم المتحدة هذا الطلب تفضل طويلة غير دورة بحال عملوا شي غير الألف وسبعمائة وواحد يكون فيه دور جديد يعني لما أنت بتقيمية للقوات الدولية ونرجع منقلها تاعي للقوات الدولية عمنقلها تاعي بصيغة جديدة ممكن يكون بدهم أن الحكومة اللبنانية تطلب منها ما بعرف هاش شي إذا بيزبط أو يكونوا يعطوها تحت البند السابع ولكن هذا الشي يعني نعرف نحن بلبنان كتير بعيد إذا جابوا بعضوا بيتذكروا هلأ بفرنسا وغير فرنسا وبأوروبا بيتذكروا منيح القوات المتعددة للجنسيات وكيف قائجت وكيف راحت ما بدهم يعيدوا يكرروا السيناريو لذلك بدهم أنه هذا الشي يكون يعني بدهم يعملوا يصير بطلب لبناني وحرب أقلية بالنهاية بس هون بدي أخذك لنقبل حتى بالقوات الدولية فرنسا بتقول ماكرون قال أنه استهداف مباشر من قبل الإسرائيليين وزير الدفاع الأمريكي شؤال قال أنا قلق من تقارير عن استهداف القوات الدولية بس أنه استهداف القوات الدولية هيك نزل عليها نحجارها من السماء أو ما بنعرف مين يعني ما حدا عارفان أو مثل الخبر اللي عم يطلع على إعلام محلي فرنسي من شوي أنه تعرض الصليب الأحمر اللبناني لدرباته في ثلاث جرحة يا خيامين دربه طيب دخلك استهداف القوات الدولية في جنوب لبنان فيها قوات أمريكية لا ما فيها قوات أمريكية مشان هيك بس قلق ما هي لا حتى يعني يعني حتى بموضوع لما يموت حتى حدا أمريكاني بقلب غزة كان صحافي أو ناشي بكمان بيجي أنه ما بنعرف من يلي قتله يعني أنه من قتل لحاله أو انتحن أو أوص حاله يعني بس يقرى المواطن العادي اللي ما بيعرف وما عد يشوف الأخبار من المال التاني أو أخبار تاني غير أخبارهم بهمني بيفتكر أنه هذا يمكن أن صحب سلاحه أو اصحنه بإجراءه أو لحاله أو انتحنه نعم ماذا بقي من النداء الأمريكي الفرنسي بعتقد نداء الأمريكي الفرنسي أصبح ورانا بسبب إسرائيل كمان بسبب إسرائيل الأمريكاني مبسوط أنه الشيء اللي عبتعمله الإسرائيل ومغمد العيون وتاركة تعمل اللي بدي إياك نداء الأمريكاني الفرنسي كان أساسه السبعة عفل ستر واحد يلي الأمريكان والإسرائيليين ما بقبضوا إياه السبعة عفل ستر واحد بالصيغة هذه يعني بيقبلوا فيه للسبعة عفل ستر واحد بشرط يكون فيه حكومة مع صلاحيات استثنائية وتطلب مننا للحكومة من القوات الدولية أن تتدخل وتروح تفتش وتباهم وتعمل تكون بعمال شبه عسكرية فهذا النداء كان الفرنسي النداء بايدن مكروم مبني على السبعة عفل ستر واحد لإسرائيل ما بديه نعم استاذ تمام اليوم في بـ 24 أكتوبر عم يتحضر لمؤتمر دولي لدعم لبنان دعت لإله فرنسا وسيحصل وينعقد على الأرض الفرنسية هلأ بعدك من شوي يلي منتذكر المؤتمرات الدعم يلي صارت لغزة هل مؤتمر دعم لبنان ما صيره مثل مؤتمر الدعم اللي صار لغزة وين رح يصير فيه دعم حقيقي للجيش اللبناني يلي المفروض أنه مطلوب منه ينزل يستلم هذه الحدود وسمعنا كلام عن جهوزية وكل هذا الأمر طبعا هذا كلام مش صادر عن قيادة الجيش عمليان بس سمعنا كلام الصحافي بالتواتر ولكن وين شو مصير هذا المؤتمر وشو مصير دعم الجيش اللبناني تحديدا جزء من المؤتمر وفكرة المؤتمر هي لدعم الجيش اللبناني بحال أنه تم شيء تطبيق مثل السبعة تحديدا السفر واحد أو غير السبعة تحديدا السفر واحد بسيغته منهم ما هيقبلوا فيه الإسرائيليين بدهم سيغة جديدة أو تتم للسبعة تحديدا السفر واحد أو حكومة مثل ما هل نسمينا قوية بصلاحيات استثنائية لتصير تطلب من القوات الدولية التدخل لأنه بالسبعة تحديدا السفر واحد أن الحكومة يتدخلوا بطلب من الحكومة اللبنانية لذلك يحاولوا أن يجيبوا رئيس الاختلاف هي أساسية وجوهرية الاختلاف أنه بغزة ما في حدا كان اللي بيقدروا بيحكوا معه الفرنسيين أو الأمريكان أو المجتمع الدولي يعني غزة بعلب غزة كان فيه حماس وبس ما فيه اللي بيقدر يحكي معه كان القطر أو المصر وما شفناهم كانوا كتير مؤثرين بينما بلبنان فيه في مزبوط حكومة منها كاملة الصلاحيات مزبوطة في رئيس جمهورية ولكن في ناس الرئيس ماكرون هو شخصيا يعني رئيس الدولة الفرنسية يتصل فيهم يعني يعني عم يتعامل معهم خليني يقول بتساوي أنه فيه نوع من أنواع فيه سلطة موجودة الأوجه اللي تشبه بعضها أنه المعتدي واحد اللي كان بيع بيدرب بغزة وإحتل غزة ودمر غزة هو ذاته اللي عم يعتدي على لبنان وبدو يدمر لبنان وبدو يفوت لبنان بحرب أهلية هون أوجهوا الاختلاف وأوجهوا الشباب المعتدي والمجرم واحد ولكن فيه اختلاف أنه فيه الناس في لبنان فيه شمه دولي خلينا نقول ما في دولي في شمه دولي والمجتمع الدولي بيقدر يحكي معها مباشرة نعم لأختم معك استاذ تمام هل سيكون هناك رئيس اللي لبنان بفترة قريبة مثل ما بيشيع البعض في الداخل بعتقد كله مربوط بالميدان كيف يكون وجه وشكله ولونه للرئيس كل ما صار فيه سموت وخسائر بالإسرائيل هو بحاول يتقدم وهو يتقدم بالنهاية مقاومة ما بتحمي كل متر المتر يعني ما فيه كل متر مربع انه تحميه وفاته والله وهي نهاية الدنيا كل ما نزل فيه الخسائر هنه عم يتقدموا كل ما بكون لون الرئيس ميل لماني وكل ما إذا لا سمح الله سار فيه يعني انه منزلوا خسائر بالإسرائيليين بيكون لون الرئيس لهم تاني ولكن يعني حتى هون في فرنسا بيحكوا فيه الناس حكيوا معهم بقولوا من اللبنان عشان يعلموا رئيس لأنه ما بدي يقول بأذهان الفرنسيين والأمريكان بأذهان بعض اللبنانيين في منهم بيتذكروا شو صار بالرئيس يلي إجا فرد على باقي اللبنانيين نعم ولذلك حتى فيه كمان بأذهان بعض اللبنانيين فكرة أنه يعملوا رئيس بظل هذا الوقت يعني الناس واعية للمرحلة تاني المرحلة يلي في منهم بدون يعملوا رئيس على الدباب خليني يقول وفي منهم قالك عيدا لبنان هيك تركيبته وما فيك تفرضي رئيس فرد بالقوة بقوة أجنبية وبدأ بابة أجنبية تجيبي رئيس بدأ شكرت كتير على المداخلة الواضحة والصريحة الخبير في شؤون الأوروبية وتحديدا الفرنسية استيس تمام نور الدين شكرا جديلا لك رح توقف مع فاصل إعلان قصير مشاهدينا أعود بعده وأستقبل ضيفي مباشرة من طهران عبر تطبيق زوم الإعلامي والكاتف سياسي الدكتور حكم أمهز للكلام أكثر عن آخر المستجدات على الصعيد الإيراني زيارات وزير الخارجية زيارة رئيس مجلس الشورى قلباف بالأمس إلى بيروت وما حمل معه عن الرد الإسرائيلي والرد الإيراني والمرحلة المقبلة فاصل ونعود برحل فيكم جديد مشاهدينا في هذه الفقرة الأخيرة من الجزء الأول من الحدث وينضم إلي مباشرة من طهران الإعلامي والكاتف السياسي دكتور حكم أمهز صباح الخير دكتور صباح الخير سماء أهلا وسهلا فيك دكتور خلينا نفوت مباشرة بمواضيعنا لأنه نعتمد هذه المداخلات الأصيرة والكفافة في المعلومة بالأمس زيارة رئيس بجلس الشورى الإيراني محمد باقر قالباف كانت ملفتة لأنه لم يكتفي فقط بزيارة الزيارات الرسمية والمسؤولين اللبنانيين الرئيس مئاتي والرئيس بري واللقاءات التي حصلت وإنما زار منطقة النوير زيارة ميدانية إنما زار الضاحية أيضا وروضة الشهدين ومما اعتبر أنه تحدي عمليا ماذا حمل معه السيد قالباف إلى لبنان شكلا ومضمونا شوفي سمار أولا يعني خلينا نقول أنه رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف كان هو أحد القيادين الكبار بالحرس السوري يعني قائد القول الجوية سبعا هو تعفي أنه نزل بالطيارة هو يقول تحدي لأنه في حصار على الطيران الإيراني يطل على لبنان من القبل الإسرائيلي فتحدى ونزل بالطيارة ولكن خلينا نقول هذا متفق عليه يعني أكيد فيه اتصالات صارت لكي يتمكن من عبور الأجواء بسلام أكيد نعم ولكن نعم هذه الزيارة أول دعنا نحكي بالشكل أنه بالفترة الماضية بعد الضرب اللي اتعرض لحزب الله هذا الخرق يعني انتشى الإسرائيلي واعتبر أنه عم يحق إنجازات وبالتالي صارت الأرض خاص بأنه يزرع ما أمكن من حرب نفسي ضد بيئة المقاومة ويزرع ما أمكنه من فتن بين لبنان وبيئة المقاومة والإيرانيين يعني يعني صارت يقول أنه والله إيران تخلت عنكم إيران باعدكم هذا الكلام اللي سننا سمعون بسائل الإعلام المحسوب على الغرب بشكل عام فكان أول شي زيارة وزير الخارجي وكان زيارة قالباف وأيضا خلينا نقول أنه كان في شهيد يعني كان موجود بالمعركة الشهيد نيل فروشان وهو قائد نائب قائد الخرس لشؤون العمليات وبعدين حتى أنه حكي عن استهداف السيد هجم صفي الدين بتتذكري أنه كان يقول أنه قائد قائد طلعوا دعاية أول شي عملوا شهيد بعدين عملوا أنه سوس وشي عملوا عم تحق معه كل هالكالم هيدا حرب إعلامية كانت عم تركز بهذا ظل هيدا الجو يعني الإيراني عم بيأكد على موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية الوقوف إلى جانب لبنان وشعبه وراح محمد باخر قليب لحتى يقول أنه نحن ما نقدمه المساعدات سنقدمه عبر الحكوم اللبنانية لأنه بتعرف هيدا المعزوف دايما أنه بيأدم لله نعم طيب رح انتقل إلى زميل محمد فرحات في الجنوب ونرجع من زبط التواصل مع الدكتور حكم أمهز صباح الخير محمد محمد زميل محمد فرحات مباشرة من الجنوب صباح الخير محمد قليلا عن موضوع ما أثير قبل قليل من قبل العدو الإسرائيلي حول أسر أحد عناصر حزب الله حيث أعلن المتحدثون باسم جيش العدو الإسرائيلي عن أسر بحسب ما يزعم جيش العدو الإسرائيلي أحد العناصر الذين أو الذي كان يختبئ داخل أحد الأنفاق هذا بحسب ما أعلن جيش العدو عبر بيانات رسمية وأيضا يمكن أن نتحدث أنه من خلال البيان زعم جيش العدو الإسرائيلي أنه نقل هذا الشخص إلى الأراضي المحتلة لاستكمال التحقيق معه ولكن بحسب المقطع الفيديو الذي نشر أو حتى بحسب أصبحت هناك هناك العديد من الشكوك التي تطرح حول هذا الموضوع أولا فيما يتعلق بما يدعيه جيش العدو الإسرائيلي أو حتى الصحف العبرية بإمكانيات أو بموضوع أن هذا الشخص فجر هاتفه داخل هذا النفق للعلم أنه وكل المعطيات تؤكد حتى هذه اللحظة أن أحدا من عناصر حزب الله لا يحمل معه أي هاتف داخل الجبهة خصوصا عند الخطوط الأمامية ثانيا بموضوع الفيديو جيش العدو الإسرائيلي يقول أنه انتظر هذا العنصر لكي يصعد عبر هذا السلم باتجاه أعلى النفق ولكن المقطع الذي يتحدث فيه هذا الشخص يقول أنه يريد سيجارة يطلب سيجارة أيضا حركة هذا الشخص يعني أحرك من داخل النفق باتجاه الشرفة في الأعلى محمد عبد تسمعني حول هذا الأمر أيضا وأيضا يمكن أن نتحدث عن المقاطع الصوتية التي أحفاها جيش العدو الإسرائيلي في الفيديو الرسمي الذي نشر على صفحاته نحن نتحدث عن مقاطع صوتية حذفت أو يعني لم تكشف داخل هذا الفيديو أو خلال هذا الفيديو محمد ممكن تكون عم تسمعني محمد برا على الباب المنهرة أيوة يلا اطلع قبل ما تروح حياتك شو هاي الورقة اللي كان فيه دك هاي البيضة ها كلسات مشاهدينة مشاهدينة بالوصد بالوصد داخل 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 اذا اذا مشاهدين هيدا الفيديو يلي نشر العدو الاسرائيلي وزعم انه تم اعتقال مقاتل لحزب الله اطلع شوي بطل اطلع 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 إذاً مشاهدين كان هيدا الفيديو يلي نشروا العدو الإسرائيلي يزعم فيه عن اعتقال عنصر لحزب الله عنصر مقاتل لحزب الله من أحد الأنفاق يعني خلي زميلنا محمد فرحات يحكي عن الفيديو ولد صغير ويشوف أنه فيه شيء منه مش واضح فيه يعني وشيء غريب سواء كان باللهجات وسواء كان بالمشهد التمثيلي كله على بعضه محمد فرحات تفضل من غير الممكن أن نقتنع بمثل هكذا مقطع فيديو نشر على أنه لمقاتل من حزب الله أولا منذ بداية التوغل البر الإسرائيلي وعند تسلل أي قوة إسرائيلية باتجاه الأراضي اللبنانية لسيما في المنازل القريبة من الحدود كان العدو الإسرائيلي وبحال اكتشافه لتواجد عناصر من حزب الله كان يطلق النار بشكل مباشر باتجاه إن كان الأنفاق أو حتى باتجاه هذه المنازل وكان قد وثق بعض هذه العمليات بمقاطع فيديو أيضا يمكن أن نتحدث أنني لا أعتقد أن هناك تحديدا عنصر من حزب الله سيبقى وحيدا في مثل هكذا النقطة خصوصا أن العمل العسكري للمقاومة بشكل عام في القرى الأمامية الحدودية هو عمل جماعي وبالتالي يخضع لقيادة ويخضع أيضا لأوامر من القيادة حول هذا الأمر وبالتالي ليس من المعقول أن يبقى هذا الشخص وحيدا في هذا النفاق وأيضا هذا الهدوء الإسرائيلي تجاه هذا العنصر طلبه لسيجارة وأيضا الحديث عن 5000 دولار وغيرها من الأمور كلها مواضيع تثير الشكوك أيضا بالنسبة لللهجات أو الكلمة أو اللهجة التي تحدث بها هذا الشاب هي غير واضحة حتى هذه اللحظة خصوصا لجهة طلبه كما سبق وذكرنا لسيجارة أيضا بواضح من خلال مقطع الفيديو أن العدو الإسرائيلي كان قد أخفى بعض الأصوات خلال صعود هذا الشخص من النفاق باتجاه الأعلى هناك أيضا يمكن أن نتحدث عن ربما بعض الأسرار التي يخفيها العدو الإسرائيلي فيما يخص هذه المقاطح سأرسلت صورة الآن لنتحدث أيضا هناك صورة نشرها العدو الإسرائيلي بعد أن صعد هذا الشخص باتجاه الأعلى وباتجاه الشرفة في هذه الصورة أيضا يبدو من خلال معلش لو بدنا نحكي بالعربي على الدارج النينة الماء الموجودة في محيط أو إلى جانب هذا العنصر هي النينة الماء غير موجودة في لبنان على البتاتان نعم وبالتالي إذا فينا نشوف هذه الصورة مباشرة على الهواء يعني هذه زجاجة المياه وهذا النوع من المياه غير موجود وغير متوفر في لبنان ما أيضا يؤكد أو يشير بشكل أو بآخر على أنه من الممكن أن لا يكون في لبنان في محصلة حتى هذه اللحظة هو إعلان إسرائيلي من جانب واحد حتى الآن ليس هناك أي من تعليق على هذه الصورة التي نراها الآن واضح من خلال زجاجات المياه المنتشرة عند يمين ويسار هذا الشاب هي زجاجات غير متوفرة في لبنان نحن نتواصل مع الجانب اللبناني باتجاه هذا الأمر نحاول الحصول على معلومات أكثر من المقاومة أو حتى تأكيدات حول هذا الأمر علما أن الجيش الإسرائيلي خلال الفترة الماضية أعلن عن إصابة عشرات الجنود له خلال الاشتباكات من يوم أمس حتى هذه اللحظة 22 جندي أصيب بحسب يدعوت أحرانوت خلال الليلة الماضية بسبب أو بفعل الاشتباكات المستمرة بين المقاومة والعدو الإسرائيلي ومن بينهما إصابتان خطيرتان لضابط وجندي من إحدى الفرق العاملة على الحدود اللبنانية الفلسطينية وبالتالي هذا الفيديو الآن يبقى فقط هو من بين الدعاية الإسرائيلية والحرب النفسية التي يحاول العدو الإسرائيلي مرارا وتكرارا خوضها خصوصا أيضا أنه صباح هذا اليوم على سبيل المثال نشر صور ومشاهد زعم فيها أن الأسلحة تم ضبطها من جنوب لبنان ولكن من خلال التدقيق بهذه المقاطع تبين أن العديد من هذه الأسلحة يحمل كتابة عبرية وبالتالي على الأغلب هي من الزخيرة والأسلحة التي أتى بها جيش العدو الإسرائيلي من الداخل المحتل شكرا لك زميلة محمد فرحات على كل هذه التفاصيل وطبعا يعني بين رواية ممجوجة نوعا ما بس على أي حال مزيد من التأكدات أو توضيحات قد تصدر لاحقا مشاهدينا برجع لعند ضيفي دكتور حكم أمهز أهلا وسهلا فيك دكتور بنعتذر على المقاطعة ولكن يعني كان ضروري يتم تعوضيح هذا الأمر كيف شفت هذا الفيديو المنشور والصورة؟ بتأكيد نحن منقدر الضرورات التغطية لا شوفي أولا بالأيام الأليل الماضي كان فيه ضربات كبيرة يعني متواصلة على أجلال الإسرائيلي وعلى جهود الاحتلال على الجمهة اللبنانية بتصور هاي الضربات عكستها وسائل الإعلام ما قدرت بها وسائل الإعلام بالرغم من الرطاب العسكرية المتشددة جدا بإسرائيل على أي خبر ينشر بالرغم من ذلك تم نشر أخبار كتيري كل يوم يقولوا هناك حادث صعب حادث صعب حادث صعب أنا بتصور أنه هيدا الفيديو إجا لحتى يرفع من معنوية الجيش الإسرائيلي لحتى يعني يحاولوا أنه يعودوا بشيء لأنه حتى اليوم فجل اليوم كمان كان فيه حدث كمان كبير وقالوا أنه في حدث صعب يعني يوميا في عندهم عشرات من الجنود القتلى والجرحة وهو معلش يبعين هلالين سمر نعم أنه لازم نعرف أنه فيه أعداد كبير من المرتزقة عن بيقاتلوا على الجبهة مع الجيش الإسرائيلي وبالتالي قد ما يموت منهم هذي ما بيعنوا عنهم أنت بتعرف فعمليا هذا الفيديو بمحاولة لسا نهاضر الروح المعنوية لدى الجنود الاحتلال هلأ أشر مراسلكم زميل محمد نعم نقطة جدا مهمة جدا مهمة أصلا فيه قرار عند الحزب ممنوع استخدام أي هاتف خلوي ممنوع 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 أصلا ممنوع حدا ياخد شيء معه حتى أجهزة إلكترونية ممنوع فهني عم بيقوله أنه جهاز تليفوني ما تليفوني كمان حتى شفت بعض الناني الماي وحتى بعض الشعارات الموجودة على الحيطان كمان أنه مش مفهومي شوهيلي أصلا يعني مثلا هذه الناني الماي مش موجودة في لبنان يقينة مش موجودة في لبنان ينقللوا لمكان آخر أو شيء هذا كأمر آخر ولكن حتى الآن ليس هناك من حتى نكون دقيقين ليس هناك من رواية متماسكة عند الجيش الإسرائيلي حول هذا الموضوع على كل حال مثل ما قالت أنه خلينا ننتظر نتيجة بيانة بالنتيجة عن المخاومة بتحدد إذا صح أو لا قبل ما ننقل إلى زميلنا محمد دكتور حكب كنا عم نحكي عن زيارة رئيس البرلمان الإيراني قالباف إلى لبنان وكنا عم نحكي عن أي رسالة حملها أول شيء حكينا بموضوع أنه تجي كمان بإطار الرد على كل ما يقول بأن إيران تخلت عن لبنان وإيران تخلت عن حزب الله وما إذا ذلك وتأتي هذه الزيارة بعد جولة لوزير الخارجية الإيراني عرقجي كمان واتهامه بأنه غير بمواقف ومفاهيم يعني ومواقف رئيس نبيه بري تحديدا أنه جعله يغير كلامه مع أنه ما كان فيه شيء واضح بهذا الإطار وجاءت الزيارة وقيل أنه يحمل رسالة من السيد الخميني نعم هو هون بس بعدها بكفي فكرة أنه التأكيد على أنه وقوف الإيران إلى جانب لبنان على الأرض ميدانيا أنه العميد نيل فروشان هو استشهد مع السيد حسن بالعملية الإختيار وهو نائب قائد العمليات لقائد الحرس السوري وحتى أنه هلأ عم يبدو عن قاءاني أنه قاءاني موجود في لبنان أو غير لبنان لحتى يستهدفوه وأول شيء طلعوا أنه هو التشهد أنه استهدف مع سماحة السيد هاشم صفي الدين رجعوا غيروا قالوا أنه لا بعدما وصفوا شهيد رجعوا قالوا لا أنه هذا لا هذا زلمي جاسوس شو بعد شوانا أنه حم يتحق معه بعد شوانا مع العلم أنه هناك وسام الفتح من قبل قائد الثورة يعطيه غدا؟ خيل أنه غدا سيمنح هذا الوسام لقاءاني صحيح ما هو منح هذا الوسام أيضا لقائد القوات الجوية الفضائية أمير علي عجز هذا يعني عمليا عمليا هذي اللي وجهه الضرب يهذي اللي عم بيقوده المعركة يهذي اللي عم بيقوده غرفة العمليات عمليا الهدف أمني أنا تقديري أنه عم بيقولوا أنه قاءاني جاسوس وقاءاني كذا 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 حتى يحاولوا يستحصلوا على معلومة وين موجود لأنه المعلومات اللي عنده نيمكن ما قلت لكم يقولوا أنه هو بلبنان يعني بلبنان يعني كبار قادة العسكريين موجودين بلبنان يعني كبار قادة إيران العسكريين موجودين بلبنان يعني هذا بيأكد على أنه موجودين معهم هذا بيذكرنا بالعام 2006 الشهيد قاسم سليماني كان موجود بغرفة العمليات مع الشهيدين سيد حسن نصر الله والحجمات المغنية على كل فهذا بالجانب العسكري بالجانب السياسي شوفي الآن هناك هناك نحن عم مفترض طرق يعني الإسرائيلي أعلن عبر نتنياهو ما بده كتير اجتهاد ما بده يرجع على تصليحات نتنياهو بيقول أنه نحن بدنا نغير الواقع في منطقة الشرق الأوسط بدنا شرق أوسط جديد لأن إسرائيل قوية لأن إسرائيل قوية طيب يعني بمعنى أنه نحن هلأ بدنا نغير المنطقة بدنا نلغي كل الأدوار العالم الموجودة بهذه المنطقة أصبع دول عربية أسلامية يعني تركيا إيران دول عربية أخرى إلى آخر ما فيه كل السيادي هي لح تكون الإسرائيلي هيدا بالنتيجة يتطلب أن يكون هناك موقف من قبل دول هذه المنطقة موحد لمواجهة هذا المشروع الخطر لأنه ترامب من كميون كان عم بيقول والله أنا طلعت عخارة إسرائيل شفتة صغيرة يعني إذا بده يجي بكرة يجي لأيس بده يكبرها واسمو تريتش مبير حاكينا عم بيقول إحنا لا إحنا أرضنا تمتد قدس تمتد لاتي مشكو تمتد بتاخد لبنان والأردن وجزء من مصر عمليا هناك مشروع خطير جدا لا يمكن لأحد أن يتجاوزه لا يمكن لأحد أن يقف بكتوب في الأيدي فلإيران جزء من هذه المنطقة من جزء ودولة مهمة ومحورية ولذلك لها دور في مياجر إذا بتحطني شوي بصورة دكتور حكام إذا بتحطني شوي بصورة زيارة وزير خارجية إيران في جولة عملت يعني أتى إلى لبنان زارة السعودية التقى وزير خارجية والتقى ولي العهد زارة الدوحة في جملة اتصالات عم بتصير وجملة عمل ديبلوماسي عم بتصير وضغط بهذا الإطار وفيه طبعا التواصل الأمريكي الإيراني اللي قائم لم ينقطع ولا دقيقة حتى في ظل الحرب يعني عمليا طيب وين صارت هذه الأمور شو هدف هذه الاتصالات على شو عم يعمل ديبلوماسيا حاليا بين إيران والمنطقة بشكل عام هو أنا بتقديري الأهم هي زيارة عباس عرقشي وزير الخارجي لنقل موقف الجمهوري الإسلامي ما يشري وشرح مخاطر ما يشري على المنطقة وبطبيعة الحال يعني بتتذكري أيضا من ضمن الحرب الإعلامية كان عم بيقولوا أنه والله عباس عرقشي هدد للسعودية وهدد للقطر وهدد للدول العربية أنه إذا بيمرؤوا الطيران من عندهم الصوريخ الإسرائيلي باتجاه إيران هذا كله كلام بأطار الحرب النفسية لأنه لا يعني بتصوري أنه والله أصلا إيران موقفة من هذا الموضوع قديم جدا ببيض الموضوع مبلغين الدول العربية فلا هو بده يحكي ويشرح الموقف وخطورة الموقف وخطورة المرحلة أكدوا على هذا الموضوع وأكد الإيراني بهذه الجولة على أنه أمن القوم للمنطقة لا يتجزأ يعني أمن إيران لا يتجزأ من أمن المنطقة وأمن المنطقة لا يتجزأ من أمن إيران هذا اللي ركز عليه الإيراني بزيارته ووصل الرسائل عبر الجهات التي يلتقاها أنه إذا بيصير في أي ضربة على إيران من الإسرائيل سيكون هناك رد ورد قاوي جدا طيب فتنا على قلب الموضوع فتنا على قلب الموضوع اليوم إسرائيل بدأت رد واضح أنه بدأت رد اللعب الخيانقول النفسي على قاعدة أنه بتضرب مفاعل نووي وبتضرب نقاط العلاقة بالنفط ونقاط حيوية وبالطاقة ونقاط حيوية أو لا بتروح إلى ضربة عميقة وبعيدة تستدعي ردا إيرانيا كبيرا ولا بتروح إلى ضربة ممكن أن تستعبها تستوعبها إيران وما تعمل رد كبير عليها أو ممكن أنه ما ترد فكيف رح يكون الوضع الموقف الإيراني تبلغوا الأمريكيين أنه بدي يكون في رد قوي على أي اعتداء رد قوي على أي اعتداء من خلال هذا الموقف منلاحظ الموقف الأمريكي تضاغط على إسرائيل لا تكون ضربة محدودة ضربة محدودة طبعا نحن نعرف أنه والله الأمريكاني يعني مش وجه خير ولا يعني مثل يقولوا يعني عملوا بالصليب الأحمر يعني منع عمله إنساني يعني يعني يدخط على مصالحه فلذلك هو عم يضغط لأجل مصالحه ليش لأجل مصالحه؟ فيه أمرين هون سمر الأمر الأول أنه إذا بدون يجوا يضربوا للمفاعل النووي تعرف أنه إذا أدرسوا لأنه إيران هي محصنة محصنة وضعها بأقصى ما يمكن نحن نحن نحكي عن احتمالات إذا راحوا ضربوا المفاعلات النووي مثلا ضربوا مفاعلوا شهر النووي طيب الإشعاعات النووية ما هو على حدود الخليج طيب الإشعاعات النووية لح تضرب القواعد الأمريكية وتضرب الشعب الخليجي وتضرب المصالح الأمريكية وبالتالي هذا الأمر خطير جدا طيب إذا بدون يضربوا المنشآت النفطية الإيرانيين من كم يوم يعني يوزع في الأدس فيديو يتضمن مواقع النفطية والقزية الإسرائيلية الحساسية لا سيما كاريش وتمارها وصار لازم كمان يعني يستهدفوا لأنه بدون يدخلوا عن الاتفاعلة مع نبنان فعمليا بهدثوا طيب إذا صار فيه هونيكي بالأول شعاع نووي وإستدارة مصالح بالموضوع النفطي طيب أسعار النفط قد تش بدأت تصير وكان هناك تهديدات من قبل بعض الفصائل بالعراق أنه لا يمكن لأحد أن ينعم بالنفط بالمنطقة إذا كان هناك منع للعراق ودول محور المقاومة أنه ما يكون فيه استفادي لألهن هذا كان فيه مواقف لأنه كان فيه حكي أنه الإسرائيليين بدون يستهدفوا المنشآت النفطية العراقية فعمليا هذا مخاطر كبير كارسي على المنطقة كلها هذا بالجانب الجانب الثاني اللي أنا بتأذيري بخاف منه أكثر الأمريكيين هو أنه إذا صار في رد إيران لح ترد برد قوي لح تكون مشاركة تنزل مباشرة بالمعركة تستمر يعني مش لح يكون فيه موقف بس رد واحد أنه خلص ردنا نقعد لا لح تبتع المعركة وهذا شو يعني؟ يعني أنه الجبهات لح تكون أقوى بكثير جدا ضاغطة على الإسرائيلي ستؤثر على الإسرائيلي بشكل سلب كتير كبير هذا عم بيحاول يجنب الأمريكي من خلال الضغط اللي عمله فلذلك الإسرائيلي عم يأخر الضربة بضغط أمريكي وللتحديد شو بده يدر بحيث أنه يحاول يجنب أن يكون في رد إيراني هلأ بالضربة الأولى بالوعد الصادق الأولى تتذكر الإسرائيليين يعني شو عملوا حتى رده استخدموا مجموعة من عملائهم الداخل الإيراني يستخدموا كوبترات بإيران يعني السيارة مش أكثر من 35 كم لحتى يستهتفوا منشآة من الداخل يعني كانت حركة داخلية من الداخل يستهتفوا منشآة عسكرية إيرانية كانت عملية استعراضية وحبطة فعند ذلك الإيراني لم يرد بس هلأ أنا بتصور الوضع مختلف الوضع مختلف لأننا نحكينا على مفترق ومفصل تاريخي لهذه المنطقة نحن نفصل تاريخي مش بس بموضوع القائم نحن ننتظر بعد أيام نحكيه في الانتخابات أمريكية الانتخابات الأمريكية قبل شوي أن ترامب عم يقول إيران إسرائيل صغيرة طيب إذا طلع ترامب هلأ هاي حفلة المزايدات بين الديمقراطيين والجمهوريين على إرضاء اللوب الصهير عمليا صحيح تماما ولكن هوني بدنا نقول إنه إذا وصل ترامب المنطقة ستكون بمخاطر أكبر أنا بتأديري ولكن إذا كانت كاميلا هاريس يمكن يكون في حرب أهلية بين الولايات المتحدة الأمريكية لأنه ترامب قال إذا ما بوصل أنا على السلطة سيكون في هناك حمام دم هذا أعلنه بشكل رسمي ومهم على كل فاع مع جموعة معطيات بهذا الظرف يعني تتطلب بأن تكون كل هذه المنطقة متحفزة وجهزة ومتأهبة ومتماسكة فيما بينها لمواجهة هذه المخاطر لأن هذه المرحلة عم تأسسها مرحلة للمرحلة المخبتة لحتى لي أختم معك دكتور حكم هل هناك حلول قريبة يعني اليوم بين وقف اطلاق النار وطبعا على الصعيد اللبناني وتطبيق الـ 1701 وكل هذا الجو الأقليمي والدولي يلي عم نشوفه فينا نقول أنه في حلول قريبة ولا ذاهب الأمور إلى أبعد مدى وخاصة بعد خلال نسميها البطولات يلي عم تتسطر في الميدان الجنوبي يعني ممكن ممكن تغيير المعادلة يعني اليوم عمليات المقاومة وقوة الميدان يلي هي عمليا استعادة جزء من الردع ويمكن أراحة الجانب المفاوض ممكن أنه تعطي أوراق قوة إضافية سعيد هذا بدي أقوله في نقطتين بالموضوع سمر بس سريعا دكتور لو سمحت لأنه عنا موجة بسرعة في النقطة الأولى هي أنه تعودت تاريخيا من الإسرائيلي أنه ما بيواقف على اتفاق لوقف إطلاق النار إلا إذا كان هو مهزوم وبالتالي بدأت هاي العملية تتحرك على الجبهة اللبنانية بشكل واضح وكبير شدا فلزلك هلأ أنا بستبعد حتى الآن بستبعد أن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار يعني شامل ولكن أنا بتوقع أن يكون هناك معادلة أنه حيفا مقابل ضاحية وتل أبيب مقابل بيوت إذا صار بتصور أنه بهذا المجال احتمال أن يكون في هذه المعادلة بس نفر الرئيس نفر الرئيس بري أنه يكون في أو ساته أنه يكون في كلام أو نحكى معه بهذه المعادلة لا لا أنا عم بتوقع ما قلت أنه فيه أنا عم بتوقع لأنه برح طلع كلام من هالنوع ضرب الإسرائيلي شوفي لأنه ضرب المقاومة هلأ عم بيكون على حيفا وعلى طبريا وعلى صفض وعلى يافا عملياً عملياً بدأ الإسرائيلي يتأزى وأنا يتلك أنه معروف أنه الإسرائيلي ما بيوافق على وقف إطلاق النار إلا ما يكون عم يتأزى مثل عام 2006 هذا بالوقت الحديث بالتاريخ يراجع كل تاريخ الحروب الإسرائيلي ما كان يصير وقف إطلاق النار إلا بس ينهز من الإسرائيلي يعطوه ما مهلي لحد يزبط وضعه ويعزز قدراته ويرجع يبلش لجوم بس هو يكون متفوق يتركه هلأ نفس الشي بس هلأ بلش تنقلب الآية على الإسرائيلي هلأ بلش تنقلب على الإسرائيلي بنك الأهداف اللي عنده اللي بلبنان خلص يعني مبارحة إذا ما في مجزرة المعيسة أنا تسمحي لي بس أن أقدم تعازي والتبريكيات لأصدقاء اللي استشهدت عوائلهم بهذه المجزرة الكبيرة للأسف الشديد طبعا من ضم صوتنا لصوتك أكيد أنا بدي أشكرا كتير فعملي تفضل كافي كافي جملتك العمليين عمقول أنه هذا الوضع هلأ كمان حتى عم يحاول الإسرائيلي عم يطلع وين بده يروح الانتخابات الأمريكية لحد الآن مش محسومي فإذا تيقن أنه ترامب لح يجي فنحنا لح نكون أمام تصعيد حتى لو كان في ضرب على رأسه الإسرائيلي بانتظار أن يصل ترامب أما إذا كان في تقدم لكاميلا هاريس بطبيعة الحال هنا نفس الشيء يعني مثل قال ميدر كاسرو أنه حزائين في يمين ويسار ليناتهم الديمقراطيين أو الجمهوريين ولكن بطبيعة الحال يصير في خوف أنه يصير في حرب أهلية بأمريكا وهون ساعتها بيصير خاف الإسرائيلي على حاله إذا تصعد أمريكا ومعت في دعم أمريكياني يعني ساعتنا بيصير الإسرائيلي يعني إن شاء الله بخبر كان أنا أريد أشكر كثير على هذه المداخلة والوقت اللي عطيتنا إياك لازم تكون أكبر بس نلتقي في الأسبوع الجاي في حلقة لاحقة أريد أشكر كثير دكتور حكم أمهز على هذه المداخلة لمشاهدينا فاصل قصير وننتقل إلى الموجز ومن ثم برجع بكفي هذه الجزء الثاني من الحدث مع ديوفي ترجمة نانسي قنقر